هنبتدي نشرتنا الرياضية مع فريق الزمالك اللي تم تتويجه ببطولة كأس الكؤوس الافراقية لليد بعد الفوز على الاهلي بنتيجة 29-28 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في النايجر ودي كانت المرة التانية اللي بيلتقي فيها فريق الاهلي والزمالك في البطولة دي خصوصاً ان المرة الاولى كانت في نسخة 1985 وانتهت بفوز الزمالك برضو وتعادل تشالسي مع فريق لاستر سيتي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب ستانفورد بردج في المباراة المؤجلة من الجولة السبع وعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي وبكده ضمن فريق تشالسي الحصول على المركز الثالث في ترتيب البريمير ليج الموسم الحالي برصيد 71 نقطة ورصيد لاستر سيتي أصبح 49 نقطة في المركز التاسع كمان اتعادل فريق أعستن فيلا ضد بيرنلي إيجابياً بنتيجة 1-1 في المباراة اللي تلعبت على ملعب فيلا بارك ضمن مؤجلات الجولة الثالث من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 بالنتيجة دي بيتواجد أعستن فيلا في المركز ال-14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة وبرنلي في المركز السبعتاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة وحقق فريق أفرتن فوزه على ضيفه وفريق كريستل باعلس بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب جودسن بارك والمؤجلة من الجولة الثالث والتلاتين من الدوري الإنجليزي الممتاز وكده ضمن بقاءه في المسابقة في الموسم اللي جاي ورفع أفرتن رصيده لنقطة 39 في المركز ال-16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وقف رصيد فريق كريستل باعلس عند 45 نقطة في المركز ال-13